. . . . . يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ارسالي جمال مع كل يوم مقطع جديد بالقناة وعننا بهذا المقطع عن لعبة بيس 2020 واخيرا نزلت نسخد الديمو للعبة بيس 2020 رسميا نزلت على الاجهة البلاستاشن والإكس بوكس وحتى البي سي فمتحمس جدا اني جرب اللعبة لك بتبنى قبل هيك دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وصلونا عدد لايكات ضخم يعني بحدود ل 15000 لايك اذا حابين نستمر يعني بيس 2020 ونصير نزل عنا مقاطع اكتر طبعا احنا مستمرين بالماستر ليك 2019 لحد ما تنزل بيس 2020 النسخة الرسمية لانه هي نسخة الديمون نسخة تجريبية فقط بس بيمكنك تلعب مباريات عادية فيها فلا تنسوا الاشتراك بالقناة ان شاء الله اذا وصلنا نص مليون قبل العيد راح يكون فيه جدا اصطوري للكون اذا وصلنا نص مليون مشترك طولت كتير عليكم بالكلام فهي هي اللعبة عنها حمس جدا اني جربها لسا والله ما جربتها ولا دخلت ولا اي شي فرح تكون اول تجربة مع بعض خلينا ندخل الان والقول بسم الله طيب يا حبيبي يا السلام غيرين القوائم يبدو كانت بين فوتبول بيس 2020 كانوا يكتبو برو ايفولوشن سوكر ما بعرف شو فشوفوا القوائم صارت باللون الزهري كانت ازرق يعني في بيس 2019 فوالله حرفيا متحمس لانجر ووو شوفك كيف والله حلو ها حركات تحس هاي الاتفاقيات وما بعرف شو من هالكلام طيب يلا خلونا يعني ندخل على المهم يو السلام حلو 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 كله يعني تقريبا نفس اه اوكي شوف حاطين منشستر يونيتل بالخلفية اوكي والله معقول جدا يعني لحد الان اختر لغة في لغات كلها موجودة طبعا نحن بنختار عربي كل الكلام لحد الان نفس بيس 2019 بس الفرق الالوان ويمكن اشكال قائمة يمكن غيرت الالوان هاي شكل القائمة الرئيسية حاطين ميسي اه كانت بيه اهلا وسهلا في بيس 2020 موسم جديد كليا في انتظارك هون في اي فوتبول عبر الانترنت منحسن نرابع الانترنت كمان والله فكرت ديمو افلاين فقط لا والله حلوة تشوف في كتير شغلات حلوة طيب خلينا ندخل مباراة محلية تمام رح نشوف من الفرق اللي موجودة ارسنل برشلونة بيرين ميونيخ يوفنتوس ماشنستر يونيتد والله في كازينادي ما في ريال مدريد ما في في برشلونة لازم اني ااخد برشلونة متحمس جدا انيجربهم هاي السنة وضدنا رح ااخد اللي هو اه ناديو فانتوس يعني مش هن يكون ميسي هيك ضد كريسيانو رونالدو اوكي هون متغيرها شوي خلينا شوف خطة اللعب هل متغير شي هون تقريبا لا نفس الكلام هاي طاقات اللعبها ميسي 94 سواريز 91 والله حلوة طاقات اللعبها بيكي 90 والله كافوا شوف على الاحتياط امتيتي قديش 86 طيب والله شي يعني شي جميل بصراحة اه فرح نضل على الخطة الاساسية كريسيانو رونالدو 94 ايضا نفس الريتنج طبعا ليونيل ميسي فرح خليت تشكيله على حاله خلينا شوف هل في شغلات تاني بنقدر نعدلها لا حرفيا عجبني شوف واو والله اللبس خطير يا السلام طيب نحط تيوبنتوس لبسن الاساسي ولا بيأسر لا خلينا عن لبسن الاساسي يا السلام هيك والله اسطورية اوكي جماعة هاي القائمة بعد ما عدلتها اه صار فيك تبدل تبديل رابع بالوقت الاضافي يعني ازا رحتوا شوط اضافية ومبدل تلت تبديلات معك تبديل رابع شي جدا حلو بصراحة وفيك تحط الخيار العادي لهو تلت لعبين فتقريبا نحخلي المستوى محترف او لعب ممتاز وندخل على المباراة ونشوف كيف ادعنا رح يقوم ببيس 2020 ونقول بسم الله يا حبيبي اوو والله موسيقى حلوة ها انا طبعا انشلت الاغاني منها مشا ما يجيني كوبيرايت عليها والاغاني بصراحة يعني ما بدي لكون جدا سيئة سباة غنية وقرفت الاغاني كله من وراها خلينا شوف على ملعب الكامب نو اكيد ولا مو ضايفين كامب نو الله عالم كذا الشي يعني ببالي حاليا بس ان شاء الله يطلع يعني على قدر التوقعات بسم الله اوكي يا حبيبي مو على ملعب الكامب نو لكن اليانز ارينا والله اني مخي ضاع على ملعب اليانز ارينا اوكي شوف الدخول يا سلام شوف شوف على ملعب بايراميون اخونا اليانز ارينا فشي جدا اسطوري بصراحة واو 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 شوف يوفنتوس وبرشلونة حرفيا متحمس لدرجة مو ضبيعية بها المباراة هي بالذات يعني اول تجربة لباس 2020 ان شاء الله ان تكون لعبة اسطورية بزيادة لجرافك عاجبني تقريبا نفس باس 2019 حسيت انه ممكن يعملوا شي افضل بصراحة لكن ما في مشكلة هاي القوائم اه تشكيلتنا عاملين اربعة واحد اتنين ثلاثة او اربعة ثلاثة ثلاثة يعني اوكي يا حبيبي ان احنا جاهزين لبدء المباراة اوو الكاميرا اطلاقا موجيدة ما عاجبتني اطلاقا خلينا جدا بعيدة الكاميرا خلينا نعندله اوكي هيك شايف انه جدا مناسبة بسم الله اوو لا اللعب سلس والله اسلس مبيس 2019 حاسو شوف كيف يوو حلو حلو والله واللبس الجديد ايه مالي مركز انا يا سلام ايه شوف 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 الفيزيكات لسه بداية المباراة انا اللي لازم سجل اول هدف الي مو تسجل علي يلا هلو كوتيني روح كوتيني روح 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 يلا كوتيني اوو لا والله حرام عليك والله الصوات الجماهير متعالية جدا حرام يا كوتيني اضيئ هيك ما توقع تضيئة والله او انه على الال تجي عارضة بس مو خارج المرمى اطلاقا ايوا كريستيانو كريستيانو عم يهرب علينا يا سادر سيرجي روبيرتو معه سيرجي روبيرتو معه اه حلو يا روبيرتو حلو يا السلام عليك يا بيكيه والله بيكيه متعلق شكله الجزء رايتنج تسعين طبيعي انه يكون اسطوري بزيادة عطي واحدة لميسي رفعة يا سلام يا سلام رفعة حلوة كوتيني يا لدف الاول والله ما توقعت كوتيني يسجله والله ما بعرف كيف مرت من كليني هدف اول اول هدف انه بلعبة بيس 2020 شوف الطام والله الطام عاجبني بصراحة طام برشلونة كثير عاجبني شوف شوف يوف شوف الباس من ميسي اللي عند سيرجي روبيرتو والرفعة من روبيرتو اللي عند كوتينيو والرأس الاسطوري من كوتينيو الهدف الاول بالمباراة توقع ما او من هالكلام غول تاني يا الله دفاع دفاع صعب طبع يوفنتوس شوف 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 المراوغات شايفين كيف مدفاع صعب بوسكتس الشي الوحيد اللي مدايا منه انه الاحصايات قريبا واوعا ما ولكن ف に ۲ ۲ الأول بتقدمنا بنتيجة واحد صفر لحد الآن أداء يعني ما قبول من قدر نقول وأيضا يوفنتس فريق بخول في الحصيات قريبة نوعا ما لكن في أفضلية لأنه خلينا ننطلق على الشوط الثاني فورا وراح عمل بعض التعديلات كمان تم بلي عاملين اوتو 86 يا جماعة والله شي فخمها اذا بتلابوا على اليمين بزين نزل ل 82 فراح نزل ارتور فيدال كمان تمام ومعنا تبديل ثالث مالي عرفان شو رح بيكون حاليا ما بزن رح بدلت بديلات تانية لأنه هيك بصراحة راضي تمام الرضا هيك الفريق يعني بزن انه بأفضل صورة ممكنة خلينا نبدأ شوط تاني على بركة الله هو نزلوا رامسي طيب رامسي عندن وانا هذا ما عندي جريزمان ماشي يسحبوا فاولات على حتكم ما في فاول ما في فاول كيف كيف ما بعرف والله ما بعرف لحدا يسألني كيف مع طواب فاول وانا مفكرة فاول ووقفت بس شفت الحكم ما رفع يده ايوة حلوة يا سلام ليو 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 ياة لامستي بدي اياها حلوة هيووة يا ميسي يا اسطورة لا 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 شي رهيب التحركات احسن من بيس 2016 تحركات اللاعبين بين اللاعب يتحرك معك تلعب له بص بيتحرك شوف يتحركك شوف ميسي تحركاتكك كيف جدا لا عاجبتني بص من روبرتو للسوارز من اسوارز للليو وانهاء الليو ولا اروع يا حبيبي حلوة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تحركات هذا اللي عملكم تحركات آسطورية. يووووووو بين ايدي الاحارس معها جيت. اوكي اخر فرصة اخر فرصة يا جماعة. طيب راح نجرب نرفع بيتينبلي بسم الله واحد مرحلم والله ولا هم راحظمناها مباراة والله قصطورية شوفيه يا حبيبي��.. ماب بصده لا بدك مباراة تانية هنا بدك مباراة تانية ونجرب بفرق كمان والله مباراة جهة مباراة جهة ولا مباراة جدا اوه هاي مباراة ايضا رحتكون حماسية جدا الطيب wisdom الماسي خليه ع ايه الصورة لان اضخطية الاحمر من مونشستر sells ما راح مفرق بين الالوان. فتقريبا هيك الامور انتبه. خليش نشيك عطاقات اللعيبة. اوكي طاقات لعيبة بايرم يونيخ معقولة بس ما مش شكله لا عاد فيه لا ري بري ولا عاد فيه روبين. يا الله والله حرام. بس يلا فيه سرعات ممكن نستفيد منها. ما راح بعدل كتير بتشكيلة تقريبا راح بخلي على هالشكل. خلينا ننطلق على المباراة. اوكي يا حبيبي المباراة التانية. يو الله الانترو الفخم. شي رهيب والله والله شي رهيب. شوف نوير وشولي وبواتنك وكذا لاعب اسطوري. يا السلام شايفين الموسيقى كمان كيف تقوى لما بيحطوا الكاميرا بالملعب ولما كانت به هذا رفق اللعبين بتقل هيك الموسيقى. الشغلات اسطورية يعني عاملين بصراحة تعبانين على الوضع. اوكي. ومنقول بسم الله بداية المباراة التانية. ما تلقينا اهداف المباراة الاولى مع انه اجاه هنه هجمات. بس والله يعرفنا يا الله ضغطين ضغط غبي من اول المباراة. ليفا 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 ليفا. ليفاندوسكي. مو ليفاندوسكي هذا صح? غورتس كشكله. والله قد تفكروا ليفاندوسكي. طيب يلا خافي مارتينيز. بنا نجرب واحدة من بعيد. ما جربنا للاونج شوت بها السنة. شوت 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 شوت. اوه ماي جود. اوه. بتجيبه يا وحش يا الله حرام. يوه. اعطي واحدة من بعيد يا ليفاندوسكي. اوه لا التسديد من بعيد شكله اقوى من السنة الماضية. بيس 2019 لا تشوت من بعيد. هذا شعر اللعبة تقريبا. هلوي. يلا واحدة على نص الملعب. يا سلام. الله. حلو حلو. هربوا هربوا طيب هربوا. بسرعة بسرعة بسرعة. يا سلام. يا سلام. يا سلام. لا لا لا. جيبه يا وحش الحمد الله. أوه. سلام. انا باهاجم فريق كله. اعطي واحدة من بعيد يا ليفاندوسكي. يا سلام. يا debu. يا جماعة. مستحيل يجيب بسهل فاندوسكي. مستحيل! مستحيل! إذا وصلت على المرمة بيكون يعني... آه لأعمال! نحن هاد شوت الأول لا ما بعرف ليش مانشستر ساجئين جداً بصراحة كان لبفنتس أحسن منهم المراحل مع أنه المستوى صعب كان نازم كان صعبه درجة زيادة يبدو أني صاير محترف بزياده طيب أوكي لا يا الله! التحركات الغبية! مسيكون نوير! أوكي! هرب هربة وسجل هدف بانك انا اتوقع يلعب له لوكاكو شايف واحد فوق اليمين فوق يتحرك اطلع هالي رح يلعبو له والله هدف هدفهن حلو اوكي تعادل شوف كيف انا شايف اللي فوق رح لعبة له لوكاكو او والله حاول في يانوير بس لعبة الزاوية التانية لوكاكو يا سلام عطي رفع للليفا والله ليفندوسكي كانت بس انه يا سلام يا سلام على الكنترول اوه لو راحت بس لا 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 يروح لا يروح لا يروح لا يروح بس لا يروح مناصة اهداف دقيقة تسعة وثمانين صارت لا تقلي طرد يا رب مطرد بس يا رب مطرد والله طرد والله اذا سجلوه هلا يعني رح بكون على احلى هو الحمد الله طيب نحسن نهرب بشي هجمة اوكي يا حبيبي شيل الكورة خلي يصفر اوكي واضح انه فيه اشواط اضافية صح ولا كيف لا لا تلي المبارا انتهت هيك مفروض انه فيه اشواط اضافية انا هيك بظن يعني هاي لح صيد اوكي يعني شي حلو لا ليش ما فيه اشواط اضافية والله انت تفكر فيه اشواط اضافية مبارا ممتعة كانت للامان بصراحة كيفين يا جماعة هيجربنا فريقين احنا برشلونا وبيرم يونيخ انه عندهم لعيبة سريعين كتير لكن برشلونا بقى صوتهم اسطورية بشكل مطبيعي هذا اللي شفته بصراحة وبقيت الفرق يوفنتس كانوا ممتازين مانشو سريونايتد ما له الفرق الممتاز لكن تعادلوا معنا اكيد بالنهاية فعلى امام نحنا لعبنا مباريتين بزن عدد معقول اذا حابين نلعب الانلاين نعمل حلقة هيك نلعب فيها الانلاين نجرب الانلاين نشوف شو نظامه فايضا اكتبوا لي تحت بالتعليقات فشكر للجميع اللي تابعوا المقطع يعني هيك نقدر اقول نوصل للنهايات هذا المقطع لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة وصلونا هيك فوق الخمسة عشر الف لايك مشان ننزلكوا حلقات كتير من لعبة بيس الفين وعشرين واهم شي تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين ان شاء الله لما نوصل الناس ما اليوم مشترك رح يكون في قفاوي جدا اسطوري لكن اهم شي تشتركوا بالقناة فشكر للجميع اللي تابعوا المقطع وكتجربة بصراحة شايف انو لعبة بيس الفين وعشرين ممكن كتير ان تنافس فيفا احسن ما ببيس الفين وعشر شفتها كلعب طريقة اللعب الباصات احلى والتزديد من بعيد اضافة جدا حلوة انو صار التزديد من بعيدة على القلب تروح الكرة على المرمى كان من قبل صعب جدا شفتوا هادو فليفندورسكي كان جدا اسطوري فهذا الشي اللي عجبني بصراحة في اضافات جدا كتيره ولسه لما تنزل النسخة الكاملة الله وعلا مش رح بيكون في اضافات حلوة فشكل الجميع اللي تابعوا المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم بامان الله